مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الجمعة 11 أيلول سبتمبر اليوم لأمر رح بيكون ببرش الجوزاء حتى الساعة 28 دقيقة صباحا توقيت العالمي يعني 11 و24 دقيقة قبل الظهر توقيت بيروت السيفي بيدي المبعدة لبرش السرطان فنهارنا تقريبا مقصوم إلى جزئين ويلي عم يتابعني من القارة الأمريكية من الصبح الأمر موجود ببرش السرطان كيف بدي يكون انهارنا؟ البداية مع برش الحمل موالي برش الحمل هذا اليوم إذا بتفيق بكير تستفيد من تأثيرات الحلوة المدعمة من تأثير الأمر من برش الشوزاء ليه؟ لأنه لما ينتقل الأمر لبرش السرطان رح تدخل بمرحلة زمانية منها صعبة لكن نوعا ما بتخفف لك حماسك ونوعا ما بتخليك تنشغل بأمور خاصة بتبعدك عن الشغل عن اهتمامك الاجتماعية ونوعا ما بتصير الأمور شوي بتحمل انزعاج واستياب ويمكن يكون فيه اهتمامات صحية أيضا وشخصية عائلية كون حذر مولود 17-18-19 نيسان أبريل بالنسبة لبرش الثور يوم جيد قبل الظهر بعد الظهر وين ما كنت تكون على الكرة الأرضية بعتبر هذا اليوم من القيام الحلوية الفعالية النشيطة المهمة يلي تسمح لموالي برش الثور انه يكونوا اقوية بشغلهم بعملهم بحياتهم الخاصة بحياتهم الاجتماعية على اكثر حظا كلكن محظوظين بشكل خاص 7-8-13-18 أيار مايو لكن رجاءا ضلكم حذرين 30 نيسان أبريل 1 أيار مايو بالنسبة لبرش الشاوزاء مواليد برش الشاوزاء حتى ولو الأمر بنتقل لبرش السرطان بعدين لبأس بهذا اليوم بعدكن منطلقين بعدكن مدعومين من الأمر ببرشكم وبالتالي هناك نوع من صفحة حلوة خطوة حلوة نوع من قلب لبعض المعطيات لصالحكم انتو اللي بتقرروا لكن بعدين بكنت انتبهوا لما يوصل الأمر لبرش السرطان لأنه فيه احتمال يصير فيه مصروف إضافة أو طارق اللي علاقة بشراء مسألة معينة انتو بحاجة لإله لحتى هالمسألة تشعركن بالراحة وبالطمأنينة وبراحة البال انتبهوا مواليد 16 حزيران يونيو ظرف إيجابي أو سلبي بالنسبة لبرش السرطان لحظة وصول الأمر لبرشك على 11 و24 دقيقة قبل الظهر توقيت بيروت هي الفترة الأفضل لإلكن كل شيء والأمر برش الشوزاء بتضل الأمور على الرف بيوصل الأمر لبرشكون وبتدخلوا بفترة زمانية حاسمة مهمة جدا قد تحمل لإلكن خلال عطلة الأسبوع خبر سار تطور أو انفراج لمسألة معقدي أو من معقدي أو حتى مفاجأة سرة لإلكن كلكن محظوصين عند إذن بنتقل لبرش الأسد مولو برش الأسد ما تنطر ما تنطر وصول الأمر لبرش السرطان لأنك تدخل عند إذن بمرحلة هدوء وركود إلا إذا أنت هيك بدكن مخصصين وعارفين ومتابعين الأبراج الأسبوعية اللي قلت لكم فيها قبل بوقت أنه أنتوا رح تدخلوا بيعطت الأسبوع بفترة ركود هيك بيكون كتير منيح بيكون اشتغلتوا وتعبتوا كل الأسبوع وبتوصلوا هلأ لفترة تستحقوا فيها إن كنت ترتاحوا يلي ما معه خبر ويلي ما أنه سامع الأبراج الأسبوعية لازم يعرف أنه لحظة وصول الأمر لبرش السرطان رح تدخلوا بجو من الركود التأخير ونوع من شعور بالأحباط أو الخيبي فكونوا جدا حذرين يمكن إذا بدي أذكر مواليد 26, 27, 28 تموز يوليو أنه يمكن في عنكم حظ حلو جربوا تستفيدوا منه قبل ما يوصل أمر لبرش السرطان ننتقل لبرش العذراء بعتبر هذا اليوم يوم حلو كتير لمواليد ببرش العذراء تطور هذا اليوم ممتاز جدا ممتاز جدا لأنه كنتوا بالقمة هلأ عم تنتقلوا إلى مرحلة تلقي تنقول عفوا التهاني تنقول مثلا أو لتنتقلوا لفترة مرح و تفرحوا وتنبسطوا وتهيسوا فالجو اليوم بعتبروا كتير حلو وكأنكم عم تدخلوا فعلا بيعطلة أسبوع ممتازة كلكن محظوظين اليوم بنتقل لبرش الميزان مواليد ببرش الميزان ما تنتروا وصول الأمر لبرش السرطان لأنه بتكون بداية فترة مزعجة تقيلة عليكم تقيلة مربكة وغير سارة جدا ما معناتها تحمل سلبيات لكن ما في الجواب لانتو بتكون وبتلاقوا حالكن تحت ظروف صعبة عائلية متطلبات مهنية أو مختلفة فكونوا حذرين خلصوا أشغالكن بهالساعتين الليل الصبح كل شيء والأمر ببرش الجوزاء وبعدين عنكن فترة متطلبة جدا بتعذبكن شوي اللي منو منتبه بنتقل لبرش العقرب مولود ببرش العقرب وصول أمل لبرش السرطان هو بداية صفحة حلوة كتير 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 فيها فرح فيها ناشاح فيها تفوق وفيها سيطرة إذا هذا الأمر اللي بيهمك هناك قدرة لحتى مولود ومولود ببرش العقرب يقدروا يفتحوا خط تواصل مع شخص بيهمهم أمره يمكن مهنيا يمكن عائليا يمكن اجتماعيا بنتقل لبرش القوس مولي ببرش القوس وأخيرا تنتهي هالعاصفي تنتهي هالموجة الضغط عليكن كل شي والأمر موجود ببرش الجوزاء اتعبته بينتقل من ببرش الجوزاء بتزيح الغيمة وبطل شمسكن شوي ما معناه تشلنا الزيرة من البير لكن هنالك بعض الانفراج ابتداء من لحظة وصول أمر لبرش السرطان بتتنفس السعادة وبترجعوا بتتمالكوا عصابكن بترجعوا بتقدروا تفكروا بالأمور بطريقة موضعية وتصحوا أموركن وخباركن ويمكن تعتذروا مثلا ليش لا بالنسبة لبرش الشدي مولي ببرش الشدي هذا اليوم غريب عجيب لكنه جيد جدا إذا تستوعبوا حالكن إذا بتضبطوا أعصابكن هذا اليوم قد يكون يوم للاحتفال للنجاح للزواج للارتباط لحظة وصول الأمر لبرش السرطان هي اللي بتحطكن أمام ظرف مهم ظرف عائلي أو ظرف اجتماعي أو مهني كمان فيها شوية تشنج فيها شوية قلق المرحلة وفيها شوية مزاجية فبتكن تنتبهوا بدكن تقرروا بدكن تنجحوا أو بدكن تفشلوا إذا بدكن تنجحوا بدكن تخلوا البسم يعاوج كون إذا بدكن تفشلوا مفرآن معكن يعني فيكن تكشروا فيكن تخبصوا وتنزعوا ما هل قد بس أنا عم ضخم لكم الصورة لحتى توصلكم الفكرة إذن فيه احتمال يكون فيه ارتباط مع أنه يوم جمعة فيه احتمال أنكن تفرحوا تلتقوا بشخص وفيه احتمال تنزعوا اللقاء وتنفروا تهشلوا الناس من حولكن أنا برأي لأنه الشمس موجودة ببرشة العذراء احتمال أنه تتطور الأمور بطريقة إيجابية فخلوا البسم على وشكن يلي لازم ينتبه هو 12 16 كانون ثاني يناير كمل مع برشة دلو فترة وجود الأمر ببرشة الجوزاء هي اللي ساعدتكن وبعدها موجودة شوي اليوم صباحا استفيدوا منه إذا بعدما سمحوكن أخطاءكن أو أنتوا إذا حابين إنكن توصلوا لشي بدكن استفيدوا من فترة وجود الأمر ببرشة الجوزاء الفترة الصباحية بعدها رح تدخلوا بمرحلة فيه شغل فيه شغل وفيه ركض وفيه تعب ويمكن هالفترة فترة وجود الأمر ببرشة السرطان رح تمد معكن مش بس يوم ولا يومين يمكن ثلاثة واربعة فموالي برش قدلوا العمل اللي بتعملوه خليكونوا نظيف بتخلصوه بتزبطوه بتخلو انه كل شي راضي ما بدنا ذيول لمشاكل تجر معكن للايام الاربعة الموالي موالي برش الحوت وأخيرا كنت عم بخبركن عن انفراج ورح يوصل لانفراج ساعة 11 و24 دقيقة صباحا توقيت بيروت الصيفي 28 دقيقة توقيت العالمي وصول الأمر لبرش السرطان بيجيب الضحكة لقلكم تضحكوا من كل قلكم تفرحوا يمكن بيعتزروا منكن يمكن معا تفرقاني معكن خلص بتصيروا مبسوطين ومرتحين يمكن في مصالحة يمكن في تلاقي يمكن في ناس بتفهمكن توقف معكن تدعمكن بتردلكم المعنويات فانتو اليوم على موعد مع حظ مع تغير في المعنويات مع تغير في الظروف لصالحكن مية بالمية بنتقل لمولود اليوم بقلو لمولود اليوم انه منتظاره سنة جيدة هايدي السنة احتمال يكون فيها انضمام الى مؤسسة الى جمعية تتعاطف معكم احتمال انه بهايدي السنة تكتشفوا عندكن بداخلكن نوع من افكار ونوع من ميل الى جمعيات الى جمعيات فنية جمعيات اجتماعية جمعيات سياسية او دينية هايدي السنة فيها تعارف كتير هايدي السنة فيها مشاركات كبيرة ومهمة جدا لالكن هايدي السنة بتضوي على طاقاتكم كلها سبتمبر اكتوبر كانون التاني يناير ايار مايو من افضل اشهر بدأتمنى لكم يوم سعيد الى اللقاء باي باي